تاريخ ميلادي ولا شيء جمعنا رح ننتقل أنا وياكي لبرج الميزان نشوف شو نطرو بالعام الفين واربعة وعشرين نعم تحياتنا إلك اليس أنت ميزان ولغنى كمان برج الميزان إلي اللي عبي صور معنا الحلق لعنا أرايب بيت يمين كمان من مائلة الأم من مائلة الأم طبعا إي من بيت يمين برج الميزان بالألفين واربعة وعشرين رح يسعى لحل حلة أزماته المالية مبين أنه يبقى مبين أنه يغادر موقع عمله مبين أنه يفكر بمشروع عمل جديد مبين أنه يطور مبين أنه أفكاره وخصوصا بالليل الأفكار هيك بتبقى عم بتمر براسه فكتير قصص بالليل بتمر براسه بالنهار بتلاقي رجع لروتين عمله مش قادر ينجز شيء ولكن بالألفين واربعة وعشرين هي اللي بتنقصه لمولود برج الميزان البداية البداية الصح دايما بحاجة لحدا يدفشه على بداية لتلاقيه أنه خد منه ما يدهش العالم مولود برج الميزان إذا برمجته صح بيعطيك نتائج كتير مهمة بالألفين واربعة وعشرين رح يسعى لحل حلة أزماته المالية ورح يعتمد على السياسة الجديدة اتخفف عنه كل الضغوطات اللي عم بتخليه بحالة عدم استقرار دايم فهو مولود بيتكله علي أهله بالشرد والورد والصغيرة والكبيرة وكمان بنفس الوقت هو المعيل الأساسي لعائلته لبيته فمش نيك بتلاقيه ضغوطات المالية بيبدل محيط اللي حواليه على نفسه فالألفين واربعة وعشرين بتوعده بنوع من تحقيق ولو جزء بسيط من إنجازات من الأفكار والطموحات اللي هوا عم بيفكر فيها فأنا نصيحتي لقلو بقلو اللي عم بتفكر فيه بالليل اسعى ولولا ببداية صغيرة هالقد والصغيرة بيكبر وكمان هشوف أنه كل ياللي حواليه أو حتى معروف أنه كل ياللي حواليه طمعانين فيه ومتكلين عليه بحل حلة مشاكلهم كتير حظوظه بالمال والسروي موجود ولكن من الضروري أنه يبين حقه ويطالب فيه السنة تبدو حلوة للإنجاز وكمان للبدء بأي مشروع عمل أو حتى إن كان مشروع عمل خاص أو حتى عمل إضافي يطور من خلاله مدخوله المالي يعني بعدنا عم نحكي لمولود برج الميزان أدي الأمور المالية بحاجة لألها وكمان حاجته للمال ويقوله الحاجة أم الإختراع هشوفه بالـ 2024 ناشط جدا على تحقيق مكاسب مالية سريعة ما بده يبقى ناطر وكمان تارك الأمور هيك لأدرها بالـ 2024 رح يسعى لإنجاز ورقة عقارية ولكن من قاله دير بالك من استغلالك بطريقة جريئة فما تعطي سقتك المطلقة لأي شخص كأنه هون عملية ترتيب الورقة العقارية رح تحتاج منه لجهد إضافي ورح تحتاج منه لمتابعة دقيقة هالمتابعة الدقيقة هاي دي رح تخليه إذا كان لأنه مولود برج الميزان حشوفه إليا عم تطلع فينا رح شوف مولود برج الميزان بفوت بالشغل ويرجع بتركه وبتراجع لورا فبقل له أنا تابع تابع ثم تابع ثم تابع لتحقيق الإنجاز لإمتى بدك إيه وإذا كنت مردد كمان بزيارة طبيبك الخاص فقوي قلبك لأنك رح تضطر على المتابعة الطبية عاجلا أم آجلا يعني عم بحس بعوارد صحية وبنفس الوقت خيفان أنه الحكيم يقل له شي كلمة ما تعجبه ولكن هي من قالك من هلأ مولود برج الميزان شرب ما يمنح ونام منح وبنفس الوقت خفف وزنك خفف وزنك ضروري لأنه صحيح أنه مولود برج الميزان من النوع اللي نيئة بأكله ولكن حتى عملية نوعية أكله بيوصف العلاج لحدة تاني ولكن بنفس الوقت بلاقيه أنا هو بحاجة للعلاج طيب بال2024 عزيزي مولود برج الميزان تجنب تكرار نفس الأخطاء مع الشريك وخليك بعيد أفضل ودير بالك من سرقة حقوقك المالية أما المتخاصمين بالحب ففرصهم بالتقارب والتصالح مع الشريك موجودة ولكن كمان محدودة بنفس الوقت يعني بدوا شريكه بنفس الوقت عم بشوف حاله عليه هدول يلي كمان خايفين من الارتباط أما المرتبطين بالزواج ومرتبطين بأرار عاطفي فبشوف أنه حيكونوا هن والشريك ماشيين على خط واحد فيما يتعلق إن كان حيخلطوا الحياة العاطفية بالحياة المهنية وحيكون في عندهم إنجازات كتير مهمة باب السفر مفتوح وبشكل إيجابي وبشكل كتير حلو لمولود برج الميزان بالـ 2024 لحتى يطور شغله ما بين الداخل والخارج فعملية السفر رح تجرب له مال من الخارج فبقل له كمان الـ 2024 بتوعدك بتحقيق هذه الخطوة وكمان إنك حاول إنك التابعة وتلاحقها وما تتكل على الطرف الثاني إنه هو يبادر أو حتى يتصل فيك فهون بقلك أنا التواصل والمبادرة لازم تكون من عندك أنت نعم رح رح معك إلى برج العقرب نعم مولود برج العقرب بالـ 2024 رح يعرف كيف يتخطأ الكيديات والتحديات المفتعلة ضده وخصوصا من الناحية المهنية يعني صحيح إنه بالـ 2023 كان في عنده نوع من العدم الاستقرار والارتياح مع بعض الزملاء بالعمل كانوا كأنه عم بنكشوا وراه عم بحاولوا إنه يعملوا قصة ستفنجات مؤامرات وكمان أقدر يحقق إنجاز رغم إنه كان على وشك إنه ينرمى برا أو حتى يتقلصوا صلاحياته أو حقوقه ولكن قدر ينجز إنجاز يمكن القدر لعب دوره أو يمكن فيه أشخاص بتبقى عندهم صلة مع ربهم كتير حلوة مولود برج العقرب صلته مع ربه كتير حلوة صحيح يمكن عنده معتقداته الخاصة ولكن قدر يحقق إنجاز صغير ولو إنه ترئيه أو حتى يمكن بعض المكاسب من أصحاب العمل مباشرة كمان رح يجتهد على تقوية حظوظه مع أشخاص قادرين على دعمه وحمايته بشكل مباشر كأنه عنده طموح يمكن يصير مدير يمكن يصير مكان حدا يتولى منصب حدا فبشوف أنا هيدا الطموح قادر إنه يوصلوا وبالـ 2024 في عندي مبادرات وفرص إنه رح توصلهم لهذه الخطوة ولكن يديروا بالهم من الأشخاص اللي كانوا عم يزعجوهم بالسابق رح يبقوا مستمرين بإزعاجهم فيخلوا عينيهم ودينيهم مفتحين مظبوط كمان بالـ 2024 رح تزداد فرص مولود برج العقرب المالية ورح يحصل على مكاسب جديدة ورح يفكر بتغيير حتى مصاره المهنة أو حتى يتوسع باتجاه البدائل السريعة وبذات الوقت رح يعتمد على سياسة المحافظة على أمواله وبذات الوقت حشوفه ناشط مولود برج العقرب يعني مني حسنت العقرب كثير حلوة وبنفس الوقت حشوفه ناشط على تحقيق مكتسبات إضافية هالمكتسبات الإضافية وكمان في عنده جهة كأنه تخاصم معها كأنه بعد عنها كأنه الظروف حكى ما تكون في مسافة بيناتهم مسافة زعل، مسافة جغرافية، مسافة معينة بشوف أنا حيشتهد على التقريب المسافة ما بينه وبين شخصية كان عم بيستفيد منها ورح يعرف يستفيد منها ولكن انتبه من بعض الأشخاص يلي كانوا السبب بهذه الأزمة ما بينه وبينها الشخصية أو ما بينه وبينها للطرف بالإضافة كمان لورقة عقارية أو نقلة بات بنتظاره بالـ 2024 فرص مولود برج العقرب إن كان لتغيير سيارته أو حتى شراء سيارة جديدة وما بيقبل أي سيارة أو حتى الحصول على عقار أو أرض فتبدو الفرص ممتازة وفرصه بالسفر تبدو واعدة ورح يكون في مصالحة ما بينه وبين أحد أفراد عائلته وخصوصا إذا كان في عنده نوع من الحقوق كأنه في حقوق مجمدة في عملية أموال في عملية ورس في تعويضات في شغلات معينة مبين أنه حيكون في مصالحة تتعلق بهذا الموضوع أو تسوية معينة ومتابعة صحية بتخص مولود برج العقرب مباشرة وأما علاقته مع الشريك لتبدو الأمور ممكن تتطور رح تبقى الأمور على حالها إذا كانت مهتزة حتبقى مهتزة وإذا كانت فيها نوع من الاستقرار حتبقى فيها نوع من الاستقرار لأنه أمبين أنه راسه هو كبير وشريكه العاطفي كمان راسه كتير كبير فحتبقى الأمور على حالها والمطلوب تحريكها بالشكل الصحيح ولكن مين بده يتنازل للتاني فعملية التنازل بالحب مش غلط وكمان أنه الكبرياء والتكبر ما بيمشي بالعلاقات العاطفية فنصيحتي لمولود برج العقرب أنه يرمم العلاقة بالطريقة يلي تحمي فيها كبرياءه وكرامته نعم واستعتينه منيح للعقرب نعم القوس برجك هو كمان القوس صح صح مية بالمية أنا بأربعة ديسمبر كان عيدة ينعد عليك مولود برج القوس الحظ رح يبتسمله بالأشهر الأولى من السنة وخصوصا أنه مولود برج القوس ببتدت أن السنة من هذه السنة أنه سنته لأنه في عنا سنة عبور للي بيفهموا الفلك حيعرفوا شي يعني سنة العبور أحيانا بتقلي يمكن أنا 2013 ما كانت سنتي فبكون في سنة عبور أمت كانت مثلا كوكب معين أمت كان ببرجك أمت كانت الشمس على أي درجة فهون أنت بتبلش تحسب عيد ميلادك نعم فبتدى عند مولود برج العقرب عفوا القوس أن السنة فتحت عنده سنته الفلكية فتحت عنده من أواخر شهر 11 إن كان بقصص مهنية تحديدا بفرص زيادة بأمور مالية قادر يتحرك من خلالها ولو أنه انفتح الباب مش على مصرعيه مثل ما بقوله ولكن انفتح الباب أبل وضع العاطفة يخلوه المياه على الجنب لأنه بعدهم سنتهم العاطفية بعدها ما تبلورت بشكل صح فالحظ رح يبتسم لمولود برج القوس بالأشهر الأولى من السنة وكمان رح يحصل على أوراق قانونية أو معامل كانت شاغ لباله وبذات الوقت رح ينتقل باتجاه واقع مهن جديد ولا ربما يجدد عائد عمل أو عائد إلو علاقة بعيقار سأته بنفسه مولود برج القوس رح تبقى كتير قوية وكتير حلوة بالألفين وأربع وعشرين وكمان رح يتابع وضعه الصحي كان من خلال يمكن إجراءات تأمينية من خلال ضمان صحي في أوراق بتتعلق بأوراق صحية ضمان تأمين شي من هيدا المثيل ورح يكون وضع الصحي أفضل ولكن متابعة الطبيب ضروري 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 ما يعتمدوا بس على الفلك بقولوا لأنه سنتنا بالألفين وأربع وعشرين حلوة وخصوصا للي موليد القوس اللي عم بيدرسوا فإذا السنت تكون حلوة بدك تدرس لا تنجح بدك تاخد الدولة تتعالج وحتى تشفى مش تقول سنتي حلوة تعتمد بس هيك لا لأنه كل شي بدوا سعي اقرعوا الأبواب تفتح لكم مظبوط ولا لا فعمش نهيك بقول كمان أنه متابعة الطبيب كتير مهم وخصوصا كل فترة وبالألفين وأربع وعشرين رح يحصل مولود برج القوس على دعم معين وحلول بالجملة ممكن تكون مرتبطة بوضع عاطفي وباستقراره تحديدا فبقلوا خليك كتوم على السرارك العاطفية مولود برج العقرة بقلت لكم القوس عفوا أنه سنتكم الفلكية بعد ما فتحت عندكم من الناحية العاطفية فبعد الأجواء الفلكية ما فيها أي تطور عاطفي بهيد السنة بالألفين وثلاثة عشرين ولكن فينا نحكي من شهر شباط وطلوع عنا شباط وأزار حلوين عاطفيا وخصوصا إذا كانوا عبالهم يرجعوا يتطلعوا لورا للعلاقة السابقة أو حتى إذا كان عبالهم يتطلعوا لقدام بعلاقة جديدة بكل الأحوال أنا بشوف الظروف رح تكون كتير إيجابية إذا بحال مولود برج القوس اعتمد على زكاءه العاطفية مولود القوس زكاءه العاطفية أحيانا بخونه فهون بدوا كورس بالطاقة لحتى نعلموا الزكاء العاطفية نعم